أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ناجح أول عملية تموين سفينة حويات بالوقود الأخضر الميثانول بميناء شرق بورسعيد أوضحت الهيئة أن خدمة التموين استغرقت ما يقرب من ثماني وست ساعات لتعد هذه العملية هي الأولى من نويها في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط يأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة في استعادة دورها لتقديم خدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر ومن سمى تعظيم الاستفادة من موقع موانيها البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط